الحقيقة يعني عندي سعادة بأننا يعني طبعا الثقة الكبيرة لرئيسنا عبدالفتاح السيسي كانت في قلوب كل المصريين والناس الحقيقة راحت الانتخابات لأن هي عندها ثقة في تكملة المشهد وأنه تكمل المشوار مع الرئيس بالثقة اللي هم يعني أولوا هذه المسؤولية في الولايات القبل كده وحيكمله مع المشوار بإذن الله ولكن الانتخابات لها مكاسب كثيرة إيه هي أول المكاسب التي تراها؟ أنا أكلمك بصفتي باحث في الإسلام السياسي أنا متخصص في دراسة الجماعات الدينية أنا لأول مرة بنشوف بيئة سياسية صالحة حقيقية لأول مرة نرى منذ تسعين عاما نشوف انتخابات سياسية وحدث سياسي يخلو من جماعات التيار الديني أنا ممكن أتفق معاكم باتفاق خلينا نخرج بمجموعة من العنوين وأنا هدون كل العنوين اتفاقنا إيه رأيكم؟ أنا تبروني أنا الدسك الصحفي أنا هدون العنوين ونخرج بعنوين جديدة لكل اللي لأول مرة نرى انتخابات سياسية تجري دون جماعات دينية ودون شعارات دينية دكتور عبدالله صحيح لأول مرة صحيح خلت الساحة السياسية من التيارات الدينية والتوظيف الديني تمام لم نرى شعارا دينيا لم نرى توظيفا دينيا لم نرى مسجدا أو جامع يخرج منه التصريحات خطب موجهة تستخدم فيها الشعارات الدينية يستخدم فيه التوظيف الديني وده أكبر مكسب أنا في تقديري ده أكبر مكسب خرجت به هذه الانتخابات فضلا عن مشاركة المصريين مشاركة المصريين يعني هم قال المصريون قالوا كلمتهم في هذه المسألة عنوان المصريين العنوان المصريين هم التوحد مع الدولة المصرية والتوافق والاتساق مع القيادة المصرية نحن منذ 2014 والاتهامات تترى وكثيرة حول الشعب المصري والاتهاماته والعداءاته من أهل الشر ومن حتى نتكلم بوضوع شديد جدا حتى من دول إقليمية كانت تحاول أن تؤجي للدخل وتستثيره وتثويره وتؤلب على المصريين أمنهم واستقرارهم وكانت محاولات لتأجيج الداخل كبيرة وكثيرة واستخدمت فيها كل الأسليب وكل الأنواع يبقى أنا هاخد عنوان ثالث لم تنجح المحاولات لتأجيج الداخل الداخل هاجأت هذه الانتخابات لتقول كلمة واحدة أن المصريون عبروا عن توحدهم مع القيادة المصرية القيادة السياسية